اشتركوا في القناة لكن يمكن أنتوا زي ما حضركم عارفين أنه احنا في الأوف سيزون وأغلب الأخبار بتبقى متعلقة بمنتخبات مصر النص التاني من حلقتنا بيبقى فقرة حوارية نهاردة عندنا حلقة خاصة باستضافة مستر أحمدو رئيس دوري الأفريكي الكرة السلة البال أو البسكتبول أفريكا الليج واللي تم إنشاءه بالتعاون مع الاتحاد الأفريكي الكرة السلة فيه بأفريكا والإن بي أفريكا أو مكتب الإن بي أو فرع الإن بي في أفريكا وحضركم عارفين طبعا الان بي الأفريكي أو دوري الكرة السلة الأمريكي هو مؤسسة كبيرة وليها أضرع كثيرة على مستوى العالم يمكن بعد التعاون ما بيننا الاتحاد الأفريكي الكرة السلة والان بي أفريكا أو فرعهم في أفريكا نتج عنه البال أو البسكتبول أفريكا الليج واللي شهد نسختين ماضيتين شارك فيهم الزمالك في نسختين يمكن النسخة التالتة هتكون إن شاء الله بمشاركة النادي الأهلي كبطل عن مصر وزا ما حضركم عارفين هم بيبقوا 12 فريق في مجموعة النين ومجموعة الساحل وبعد كده بيصفوا على 8 فرق بيروحوا رواندا كجالا يصفوا على أو يلعبوا البلاي أوف ويبقى فيه بعد كده أو مجموعة السحراء ناسب نقولت مجموعة الساحل ولكن هي مجموعة السحراء وبعد كده بيتأهل 8 فرق يلعبوا البلاي أوف وبعد كده يتأهل أو يوصل للنهائي واللي بيكسب النهائي بلعب بطولة العالم للأندية والأقيمة في مصر العام الماضي هيكون في حلقتنا الكثير من الأسرار والتصورات من مستر أحمد وطبعونا هيبقى فيها الكثير ومزيد من المعلومات يعني مهم جدا جمهور النادي الأهلي يعرفها على البال أو البسكتبول الأفريكا الليج خلنا نروح لأخبارنا وهنبتدي بدور كرة اليد للسيدات تعرفين طبعا دور كرة اليد للسيدات شهد هزة يمكن في نادي الأهلي السنة اللي فاتك عندنا مجموعة من الإصابات مجموعة من اهتزاز النتائج ولكن الفريق بيستعدي بشكل جيد والأهلي يلتقي سموحة بانطلاق دوري أمومي سيدات اليد الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن محمد عادل زولا جاهز لانطلاق المرحلة الأولى من دوري الأمومي للسيدات موسم 22-23 الأهلي هيبدأ مشواره في الدوري مواجهها قوية قدام نادي سموحة يوم السبت اللي جاي على صالة نادي سموحة بالأسكندرية المرحلة دي من الدوري هيشارك فيها 19 نادي هنلعب نظام دوري من دور واحد كل فريق يعني كل فريق هيلعبت تاني مباراة واحدة هيبقى عبارة عن 19 جولة لا 18 جولة لما هم 19 فريق يبقى هم 18 جولة الأهلي دعم صفوفه بتالي الصفقات وهما تققى كامل وشوفنا الصور الصفقات في يعني الصور السابقة تققى كامل ودينا هاني والتونسية سعيدة رجب لعبة منتخب تونس اللي انضمت للفريق في الاستعداد ان شاء الله كل التوفيق يمكن ده أول دوري بنقول يا هادي ونستفتح به الموسم الجديد يا رب ان شاء الله يكون موسم كله بطولات عن نادي الأهلي وجماهيره